موسيقى هناك سلام واستقرار دون تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة تقوم على التقى والحوار والاحترام المتبادل تانيا يجب أن يرتكز تجديد العمل متعدد الأطراف على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي إذ نحن مدعوون أيضا إلى تعزيز الحلول الدامجة القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن وفي هذا الصدد أكد صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي التي انعقدت في مراكش أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي لإصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف ثانيا يجب وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة من طرفها وهنا نتسأل ألا تمتل إفريقيا معيارا لقياس فعالية التعاول التنموي وتعبئتها الجماعية لصالح المتل العليا للسلام والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم لذلك نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى لمساعدة إفريقيا على تحويل التحديات الحالية التي تواجهها إلى فرص لتحقيق التنمية رابعا لا بد من ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس خاصة وأن مكافحة التغيير المناخي ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر ومكافحة الفقر والفورق الاجتماعية وانعدام الأمن الغدائي تتطلب إرادة سياسية متجددة وناشطة ترجمة نانسي قنقر